انت شفت في الماتش يا فتى حميد ممكن ما نحبش نوعي يبقى موجود في الماتش استيوبي يعني انا وجهة ناظر انها ما شفناش الروح العالية اللي ممكن تخلي انك منتخب جنيا جاي لعبك على ارضك وده اول ماتش الكابتن اهاب جلال صحيح واللعيبة مع اول مع كابتن اهاب جلال اول ماتش وهي شادية الغربال دايما بيقولك لأول مرة مع المدرب ما شفناش الروح اللي ممكن تخليك تخلص الماتش من بدري صحيح دي انا وجهة ناظر معافش انت ممكن تكون عندك رؤية تانية ومختلفة انا مبدأين شفت تحفز من الكابتن اهاب جلال وده ظهر فيه الدفع بعمر مرموش رأس حربك كان المفروض او كان الطبيعي ان انا المهاجب الاساسي ومهاجب منتخب مصر الاول هو مصطفى محمد احط الوان تارجت بتاع الرجل رأس الحربة بتاعي عشان يقود المنتخب مع صلاح مع تريزيجية العب بمرموش جناح يدعمني شوية هجومية ده ما حصلش حصل ان هو حاب يقرب الخطوط شوية كان ثلاثة في نص الملعب حمدي والسلية وإمام وده كان طبيعي في غياب النني ولكن كان برضو فيه ناس بتقترح طب ليه مرميش ورقة زي افشة ليه مرميش ورقة زي تريزيجية في منطقة دي بس طبعا تريزيجية حصله الاصابة في الاحماء ليه مرميش ورقة زي زيزو استغله هجوميا في الثلاثة دول مش كجناح بديل تريزيجية الحاجات دي كلها فانا لمحت حتة التحفز شوية من الكابتن يهاب جلال هو كان حابب يقرب الخطوط حابب ان هو يشتغل بطريقته المعتادة اللي هو بيبدأ من تحت ما ظهرش هجمات كتيرة الحماس والروح القتالية اللي موجودة عند اللعيبة ما كانتش في احسن صورها حتى ظهرت في بعض التغييرات احنا غيرنا تقريبا في الدقيقة حاجة وستين يعني كان اللعيبة بتطلع كده ما فيش حماس في الطلوع ولا اللي نازل ما كانش بيدبار لكن التغييرات اللي نزلت رسوا براهيم عادل او قفشة عملوا بصراحة شكل هجومي وفي النهاية قدرنا ان احنا ناخد المهم في المباردية وهو الثلاث نقطة انا هل سألك سؤال قبل ما اروح لأحمد عبد الحميد هو ليه ليه شكل منتخبنا من بعد 2010 يعني احنا زي ما احنا نفس الشكل من بعد 2010 حتى الان مع اختلاف المدربين سواء بقى كان بعد كده كوبر برادلي برادلي كوبر اجيري كنت حسام البدري كيروش وكروش هل نوايات اللعبين اللي موجودين في اماكن معينة بتخليك او انا هتكلم مثلا في خط الظهر مش بنفس القوة اللي كانت موجودة في النوع 10 فبالتالي انت بتحاول تجمع كل اللعبين سواء في خط الوسط او المهاجمين انه يبقوا رابين من الخطوط ويبقوا رابين من خط الدفاع عشان ما يحصلش اختلاقات كبيرة ولا ايه السبب اللي خلى شكلنا نفس الشكل بقى انه سنين طويل من وجهة نظرك انت برده انا هروح ليجي اعلى برده السؤال ده برده انا هقولك رأي في النقطة دي لكابتن طبيعة المنتخب او الجيل نفسه اتغير في عاطفة كده عند الجمهور المصري بيسأله دايما هو احنا ليه مش زي زمان مش زي جيل الكابتن حسن شحاته مش زي جيل اللاعبين الجيل اللاعبين نفسه كان مختلفة كابتن محمد كان فيه عندك عناصر مميزة جدا كان الاهلي في افضل حالاته كانش عندك المحترفين دول كانش عندك عدد محترفين كتير متطفق معي ونوعيتها في انديتها كمان مؤكد مؤكد بس خليها برده نقف حاجة لو احنا استثنيننا محمد صلاح المسألة يعني نسبيا قريبة من بعضها يعني في دور انجليزي احنا كان عندنا محترفين في الدورة التركي في وقتها كان عندنا محترفين كان فيه عناصر كان احمد حسن ميدو كان يعني موجود برده في اوروبا بيحاول يمثل بقى طبعا مع الاختلاف الفارق بس كان بيمثل القيمة الكبيرة اللي بيمثلها صلاحة دلوقتي ولكن طبعا مع الاختلاف كبير في الفارق انا كنت شايف ان العناصر في وقتها كانت افضل كمان العناصر اللي بتقابلها يا كابتا محمد ما هو برده احنا مش بنلعب لوحدنا في التركي احنا معنا منتخبات حوالينا لأ كان في وقتها تقريبا كوتفور والجزائر والباقي يعني نسبيا ها المغرب بتلمس معاك برده انما دلوقتي انت تقريبا كل منتخب في افريقيا عندهم نجم عندهم قاطرة يحركها هي الفكرة عندهم كمان انا حاس ان هم بيشتغلوا صح ومكملين على سيستم معين محطوط ومكملين عليه بتبادل بقى المنتخبات والاجيال صحيح انت وقع منك او كان عندك جيل وقع منك بعد كده احنا بقى تقريبا انت مش عرف تحط السيستم والطريق اللي كتمش عليه لغاية الاخر لشان تطلع حاجة زيك تلاتة امم افريقية بعد 2010 ما وصلناش لحد ما بقى حضرتك قلت ايه ان احنا بقى لينا شكل اللي يرحسب ليه الفضل في ده هكتور كوبر عمل منظومة دفاعية عمل شكل قدرنا نبني وبردو الناس ما عجبهاش قالك ده منتخب باصيل صلاح ده منتخب دفاعي لا هو كان في الوقت ده القماشة والجيل بتفرض عليه ان هو يعني ده اعتقد ان احنا هنحتاج وقت شوية علشان نطور الموضوع ده بس ان احنا نمشي بشكل وبمنظومة ده امر مش وحش حتى لو كان انت ليك شكل دفاعي شوية على فكرة فيه منتخبات كبيرة ومشهور ابدا منتخب الاطالي كان كده احنا ما كناش كده بس كان بيساعدك الجيل ده ولا لعبتك ولا هقولك بما معنا انت 100 مليون ولا جمهورك هيرضب كده انت دائما 100 مليون دول يقولك هم بيحبوا الكرة الحلوة حبوا الحريفة حبوا رضا عبدالعلي حبوا ريسال حديني حبوا حزن شعاتها حبوا كبت الخطيب حبوا الناس اللي هم او الفرقة اللي تعمل لها شكل والوضع كمان بيبقى حل ان تكسبوا انت بشكل حل مؤكد ان الاداء مع النتيجة هيبقى امر كويس ولكن انا يعني هلتمس الاعظار للمدربين دول ان انت بتفترض الخطة اللي لعبتاعتك على الاماشة اللي موجودة طيب احمل هات على فاصل واخد نفس السؤال ليه من وجهة نظرك برضو ممكن ان يبقى فيه عندك اختلاف وجهة نظر او وجهة نظر مختلفة عن استاذ عدر حميد